نحن موجودين كمان بخان الصابون من جوة يمكن هذا القسم عرضيته معكم زميلتنا لي وقالت شرحت لكم شوي عن يمكن كل صابونة وكل أنواع الصوابين وأيضاً المواد المستخدمة فيها رح نفوت هلأ نحن وياكم لجوة لنستعرضها في أشياء مميزة جداً يمكن هي أشياء تسويقية وغيرها ولكن بالبداية نشوف ضيفنا السيد مازن جانا يرسل صباحك أستاذ مازن تفضل يعطيك العافية يعطيك العافية سيد مازن حضرتك صاحب منشأة هون يعطيك العافية الله عافيك يا رب أهدو السلام فيك سيد مازن اليوم نحن كمان موجودين بهذا القسم يمكن هو قسم تسويقي في شرقيات خلينا نحكي شوي عن هذا القسم أهمية وجوده أيضاً إلى جانب يمكن بيع الصابون وغيرها بالنسبة لموضوع الموجودات الخان بالنسبة تعود لوجود الصابون وهي هو خان الصابون فوجود تشكيلة أخرى من المواد غير الصابون وهي التحف الفنية ونحاسيات بيأدي بيعطيكي نوع من نوع الفخامة للخان والسمرارية في السائل خلينا نشوف نحن وياك الموجودات التي موجودة معنا نعم حضرتك يمكن مشاركة هون إليك شي مخاص بالمنتجات خلينا نحكي عن المنتجات تبع حضرتك نعم أنا اللي ستاند هون موجودة وفي أي مهارة نحن نطلع نشوفه نحن وياك تفضل تحكي لنا عن هاي المنفقات هاي هذا الستاند اللي هون نحن نسميه ببار صابون وهي الأوبة وهي المنتجات هون هاي المنتجات بشو متميزة خلينا نحكي شوي هاي المنتجات بشو مميزة خلينا نحكي عنا عن المواد الأساسية اللي بتستخدموها هلا بالنسبة المواد الأساسية هي مكونات من أربع مواد هي عبارة عن زيت الزيتون زيت مطراف نحن العصر الزيتون التانية وصود ياكوستيك والغار والماء أربع مكونات فقط لا يدخل أي مواد تانية أخرى المواد اللي حضرتكن انتو كشو خذكار عمت أدموها هي ما هل هي أي إضافات تانية غير المواد الأساسية والمكونات الأساسية ما في أي إضافات أخرى يعني لا في مواد غريبة ولا في زيوت تانية أخرى أبدا اليوم يمكن بيكونوا الطلب على صابون الغار أكتر شي العالم تحب تاخد أنه صابون الغار يلي ما في إضافات؟ طبعا وهذا اللي يعطى من قديم الزمان يعطى يعني من أكتر من 20 سنة يعطى التصدير لبرة الجودة للصابون حلب اللي هو صابون الغار لأنه هو المواد الطبيعية كله والأوروبيين صاروا يشعروا أنه هذا أو يعرفوا أنه هذا الصابون طبيعي ما في مواد أخرى غريبة فصار في طلب عليه بالنسبة لأوروبا وأسيا شو أكتر شي بميز وبيستخدموه لصابون الغار؟ شو هي أكتر ميزاته؟ الطبيعي يمكن اللي بتخلي العالم تحبه تميزه عن غيره من الصوابين الأخرى؟ أولا من نجد أن نحكي موضوع ميزاته هي بتعود أنه زيت الزيت طبيعية يعني من زيت الزيتون البذر الزيتون وزيت الغار من أحراج الغار ومادت الكوستيك أمور طبيعية لا يدخل فيها مواد غريبة ولا يدخل فيها دهون وهالشي هذا هو بيعطي الخواص اللي فيها الصابونة خواص النعومة الشعر بيعطيه كفية وتراوية الجلد يعني بيعطيك فيها كيف عم تشوفوا الحركة التصويق بالنسبة لالكون؟ كشيوخة خار كيف عم تشوفوا العالم والمشاركة الناس فيها؟ لا شك أنه الأزمة قدت إلى انحصار شوية بالنسبة لموضوع التصدير لبره وسابقا بالنسبة كانت الأمور دائما جيدة وما زالت جيدة بس طبعا تتعرفي وتزول الأزمة هو يخلف لهذا بالنسبة لي في عندي هذه الدول بصدر فيها وهي بصدر منها لإيطاليا بصدر منها لإسبانيا ولكوريا والصين اليوم الشوخة كار قدش بي حاجة لدعم؟ أنتو كشوخة كار؟ اليوم أنتو كشوخة كار قدش بي حاجة لدعم للصناعة المميزية اللي موجودة عنكم؟ بالنسبة لسؤال مرتين إذا سمحته؟ اليوم أنتو كشوخة كار قدش بي حاجة إلى دعم يمكن من جهات كتير كبيرة من جهات حتى تضلكم مستمر بهذه الأشياء اللي عم تصنعوها؟ طبعا لا شك بدأ إمكانيات موجودة يا عفتيشتون وبالنسبة لبصعية المكان وإهاءة الجو الموجودة فيها وبدأ تأمين الموضوع المشكلة اللي حالياً بهذا وجود المواد الزيوت الغار الموجودة فيها الكمية تقليل إحية في الأسواق بس بشكل عام يعني الأمور جيدة بشكل عام أكيد منتمنى لكم كل التوفيق سيد مازين وإن شاء الله هيك يا رب بتضلكون عم تتقلقوا بهذه المهنة نحنا راح نستمر شوي هيك بجولتنا ضمن الخان جوة كنا في طبعا في كتير أمور يعني معروضة الزيوت هون زيوت الزيتون البكر المميزة ويلي هي أيضا تستخدم بصناعة الصابون يعني نحنا هون عم نشوف مثل معرض عم يتشاركوا في كل الأشخاص لحتى يعرضوا في موادهم ويعرضوا في صابون الغار وصناعاتهم وأيضا كمان في صناعات أخرى موجودة ضمن الخان مشاهدين يعني في مواد تانية كتير مميزة هي صوابين مدورة صوابين صوابين في كمان عندنا حجر البيلون ويلي حكينا عنهم بارح كتير ويلي يستخدم جدا بصناعة المواد التنظيف أيضا راح نشوف كمان معنا ضيف آخر ليحكينا شوي عن هاي الأشياء الموجودة يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكن شرفتونا بك أهلا فيك تخبرنا شوي عن هدول الأشياء الموجودة الآن الصناعات الأدوية تشتهر فيها مدينة حلب من أهمها هي الصابون الغار الصابون الغار التقليدي اللي هو مشهور بحلب طبعا فيه عدة شالات تانية مشهورة اللي هو البالون الدريرة صابون طيب العروس كان يحطوها ببقجة العروس نحكي لهم العالم شوي نحكي لهم ورجي لهم ياهون ونشرح لهم عنه نشرح لهم عن الهيك الدريرة حلبية هي عبارة عن 40 عشبة طبيعية طبعا نحن من يعني منستخلصهم ونجففهم وبعدين بتمتع بقتها بكياس في منهم بيستخدموها لشعر هي يعني بتساعد انه مشان القشرة موضوع القشرة الفطريات وفي منهم بيستخدموها بيحطوها بالخزن للتعطير وللبس أيضا في عنا حجر البيلون كنت عنا نحكي عنه هذا الحجر نحكي عن حجر البيلون هذا الحجر يمكن مشهور كتير بحلب وقداش بيستخدم منه مواد تجميلية تشرح لنا شوي عن حجر البيلون وهيكا موجود كيف يقدروا العلم ياخدوا إذا يستخدموه؟ نحن بشركة دقاءة قديمة اعتمدنا على الطرق التقليدية القديمة ولكن بطريقة حديثة الحجر البيلون مثل ما بنعرفه نحن عملنا شامبو بخلاصة البيلون طبعا فيه بيلون طبيعي ونحن يعني منوفر للزبون بشان ما يستخدم الحجر فيه يستخدم شامبو البيلون بيقدار يستخدم الشامبو هلأ يمكن هون حاطين بقايا صوابين بقايا شغلات خلينا نخبر الأشخاص عنهم كيف بيقدروا ياخدوهم مطيب العروس شو هو؟ طيب العروس كان يحطوها ببقجة العروس لما تتجهز للعرس بيعطي ريحة طيبة لللبس بيمنع العت ومشان في عنا نوع تانية مثل البيلون بالورد هو البيلون الطبيعي ولكن نحن نضف له خلاصة ماء الورد الطبيعي بالضبط بيلون بالورد الطبيعي بيستخدموه مشان بنعوه بشوية مي بيستعمل للشعر أو للبشرة نعم يعني إسا في عالم بتحب تجي تاخد من هاي القصاص ميت هلان عام تقولهم طيب العروس هاي الشغلة كمان تستخدم للعروس إسا في عالم بتحب تجي تاخدها؟ هلأ التراث القديم كل اياتنا نحن مستمرين فيه وأكيد يعني هالشي القديم كله رح يضل بعدين يعني وأد ما حاولوا الإرهاب وأد ما حاولوا يدمروا ويخربوا لكن تراثنا موجود ورح نضل مستمرين فيه في عالم كثير بتسأل أنه كنا عم نحكي عن موضوع حجر البيلون أنه في شامبويات جاهزة هاي شامبويات طبيعية مية بالمية أو في بعض المواضع الصناعية بتدخل لألة ولشو تستخدم؟ هلأ الشامبو نحن عنا بشركة دقة قديمة كلا ياتوا من مواض طبيعية مية بالمية ما في أي إضافات كيميائية مثل ما قدتلك في عنا حجر البيلون نحن نطحنه ونضيفه بالشامبو حتى بيرسي بآخر العبوة ويعني بيكون الزبون بيخض العبو قبل الاستعمال مثل شامبو بيلون شامبو لدريرة حتى شامبو لدريرة نحن دخلنا لدريرة بالشامبو هاي لدريرة؟ بالضبط يعني نحن نتمنى لكم كل التوفيق يا رب وأكيد يعني شفنا أشياء مميزة مشاهدين يعني ريحة الصابون كتير طيبة وكتير مميزة يعني استعرضنا لكم بعض الأشياء الموجودة هون كلها من التراث الحلبي من تراث المنطقة اشتركوا في القناة